قرارات جديدة أصدرتها سلطات أقليم كردستان بشأن إلزامية تلقي اللقاحات اجتملت على منع دخول غير الملقحين للا ماكن العامة كما فرضت وزارة التربية ارتداء الكمامات بشكل إلزامي على المعلمين والطلبة في جميع المدارس بينما طلبت من أولياء الأمور المباشرة بتلقيح أبنائهم ممن هم دون سن الثانية عشر في حين خيرت وزارة تربية الإقليم أولياء الأمور بين الدوام الحضوري والألكتروني في الفسط الثاني من العام الدراسي الحالي هذه تقلل نسبة الإصابات وتقلل نسبة الإصابات الشديدة من جهة أخرى وكذلك تمنع الإصابات تقلل نسبة الوفيات لذلك يمكن أن تحد من هذه الموجة وأعتقد ولو كان الموجة الأخيرة موجة الرابعة أو ميكرون موجة خفيفة هذا لا يمنع أن يظهر موجات أخرى أشد لذلك اللقاحات ضرورية لحماية المجتمع وحماية البشرية بشكل عام ويسجل إقليم كردستان نسبة إصابات قياسية مؤخرا تعز السلطات الصحية هذا التصاعد في أعداد الإصابات إلى تراجع الالتزام بالإجراءات الوقائية في حين تراجعت نسب الإقبال على اللقاح في عموم العراق بما فيها إقليم كردستان قرار السلطات الجديد ولد تبايلا في الرأي الشعبي تبعا توقيع بالنسبة للموظفين أكيد المسلحة عامة ومسلحة للموظف هو نفسه لأنه تعرف مثل هذا الفيروس يعني انتقل من الشخص إلى آخر يمكن إذا يصاب يمكن يصيب هواية من المراجعين فأشوف القرار صائب وأتمنى يتعمم وينفذ بصرامة وهذا السالفة بالنسبة للتقييد كموظفين يعني إجبارهم على اللقاح شوية بنوع من التقييد الصوار وزارة الصحة العراقية حذرت من جانبها من مغبة التهاون في تلقي اللقاح ما قد يؤدي لزيادة أعداد الوفيات فيما بيّنت أن 30% من الإصابات الحالية هي بمتحور أوميكرون مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من المصابين هم من غير المطاعمين باللقاحات المضادة للفيروس سرمان دلقاص الحرة